السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في كناة طبخة ومعلمة مع ام تسليم الفيديو بتاع دلوقتي يا جماعة عن قصة ببعتتلي من واحدة ست كانت بتعمل الروتينات اليومية الفاضحة اللي انا كنت بتكلم عنها قبل كده القصة دي حقيقية هي حكيتها بكل تفاصيلها وقالتها لي وبعتتها لي فرسالة وانا هقولها لكم بطريقة هي بالضبط زي ما هي حكيتها انا هسميها اموسيف مثلا اموسيف دي بعتتلي القصة بتقولك الصيطة عبارة عن ايه يا جماعة اموسيف بتقول ان هي كانت متجوزة متجوزة من شخص كان بيشتغل اعمال حرة وكان الى حد ما حالتهم كويسة جدا عشان جوزها كان بيشتغل وبيدخل دخل في البيت عندها تلات اطفال صغيرين من فوق بعض كده سنة سنتين ست شهور بتقولك حياتي كانت مزبوطة كلها ماشية صح ما فيش اي حاجة اه في دماغي كان جوزي هو اللي بيجيب القرش كنا بنعتمت طبعا طالما في راجل خلاص يبقى عارفين ان فيه مصاريف شهر ومصاريف كل شهر لغاية ما في يوم من الايام زوجها ده عمل حدثة ومات بتقولك من بعد ما جوزي مات وانا اه خلاص ما بقاليش دخل في اي حاجة خصوصا ان هو كان بيشتغل اعمال حرة يعني ملوش معاش اه حاولت اه اشوف اي دخل ابتدت ان انا اشتغل ابتدت ان انا اشتغل في محلات اه في مصانع في اماكن بره لغاية ما كان السن وشكلي الى حد ما حلو كان بيطمع فيها صاحب الشغل كان بيبصي لبصات غريبة كان يقولي لو عايزة تشتغلي تعمل معي علاقة وانا كنت برفض اه كزا شغل تروحه نفس الموضوع معاها لغاية ما في يوم الايام ايت انا مش اشتغل في محلات تاني انا روح اشتغل واحدة صاحبتها ده بيتلاها شغل انا في بيوت تشتغل عند ناس اه حالتهم المادية كويسة وتروح تروق لهم البيت وتعمل لهم الاكل لان الناس دول بيروحوا الشغل وبرجعوا اخر نهار ما بيلوش حد يقعد معيالهم وعملولهم الاكل راحت اي اشتغلت الشغلانة دي بقت تعمل الاكل وتروق ومش عارف ايه برضو كان بيطلع لها زوج الست يبص لها الست كان بتغير منها اه تسرقها مرة واحدة تراضيتها من غير سبب اه مرة تالتة واحدة يطلعها انا مش عايزة خدماتي انا مش عشان شكلك حلو اه ما تلبسيش حلو وانت جاي انا عايزك تلبسي مبهدل اه بتقولك انا كنت يعني هي صغيرة في السن وحلوة جسمها حلو شكلها حلو كانت هتعمل ايه يا جماعة لغاية ما خلاص بقت تشحت من طوب الارض بقت عفش شايتها كلها اه بقت بيع في حاجة حاجة كل يوم تبيح حاجة عشان مش لقيا تاكل مش لقيا حد يصرف عليها اه جارتها اللي جنبيها راحت قاعدة معاها وقيت لها انها انصحت نصيحة تعمليها وهيجيلك فلوس قد كده ومن غير ما حد يشوفك ولا يعرفك ولا يعرف حتى انت مين وهيجيلك فلوس مش بالمصري كمان بالدولارة راحت اتلاها اعمل ايه اتلاها انت بتعرفي في موضوع النت قالت لها لا انا ما عرفش اتلاها بص انا اعرفك كل حاجة احنا اول حاجة هندخل الواي فاي وهعلمك اعمل لك قناة وهتشتغل في القناة دي اول ما تبتدي تعملي روتينات وتعملي اكل وتصوري وتصوري نفسك وانت بتعملي شغل البيت بتعمل شغل البيت وبتصور فعلا وعلى طول كل ما تيجي تعمل حاجة تفتح القمرة وتصور بس بتقول لك ما كانش فيه اه فلوس بتيجي من القناة الفلوس مشاهدتها كان القناة بتبقى مشاهدتها واقعة اه ما فيش برضو هجيب منين راح اتكلمت صاحبتها اتلاها الموضوع اللي انت قلتيلي عالي ده مش ماشي معايا اتلاها انت بتصوري بقى اتلاها بصور عادي ما بيجي صور بالبس ومبخليش اي حتة في جسمي ببان وبالبس لبس واسع قيت لها لا ادي انا مش عايزك تعملي كده انت بعد كده بقى خفيفي لبسك تلبسي عبايات خفيفة وعبايات ضيقة خالص تحط كمامة على وشك او تغط وشك بانقاب او باي حاجة والبسلك بجامة كده ولا اي حاجة رحت قايت لها طب هو ده ما اعتبرش ان هو حرام مع ان ده حرام ومعروفة هي مش صغيرة ولا عبيطة رحت قايت لها لا ده انت هتجيب فلوس ومحدش هيعرف عنك حاجة وانت كده كده قفلة بابك على نفسك ومحدش هرف انت بتعملي ايه رحت قايت لها خلاص ماشي بقيت اول الفيديوهات تصور بجلالب خفيفة شوية جلالب تبين جسمها شوية بتلاقي بقى المتابعين جيالها من هنا ومن هنا واللايقات من هنا ومن هنا والاشتراكات من هنا ومن هنا بتقولك بقيت الى حد ما القناة بتتشاف لغاية ما برضو بقيت حبة حبة بقى ايه ايه اشوف القنوات اللي هم بتوع الروتينات الفاضحة بيعملوا ايه بقيت اهلدهم وبقى ايه اكتر منهم بقيت البس بجامات البس بقى اوقات البس حاجات خفيفة اوقات البس حاجات شفون حاجات ماس كفية لغاية ما القناة بقت فوق 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 والمشتركين بتجيلي من كل حتة طبعا لان اصحاب القلوب العقول المريضة زي ما قلتلكم مالية الدنيا والمراهقين ماليين الدنيا بقى عندها اشتراكات من جميع الدول وبقى عندها لايقات وقناة فعال عليها الربح وبقى بتقبط فلوس بالدولار يا جماعة وبتقول لك انا ما بقتش محتاجة فلوس من اي حد خالص والموضوع كان شغال معايا جميل وبقيت بقى حط الكمامة على وشي وخب وشي وعرض امكانياتي قدام القامرة بس بقيت اجيب فلوس قد كده وبقيت اصرف على عيالي ولبسهم احلى لبس ووكلهم احلى اكل وكمان عفش بيت كله غيرت وجبت عفش جديد والفلوس بقت معايا زي الرز زي ما بيقولوا لغاية ما في يوم من الايام بتقولك بعد ما صورت الفيديو من الفيديوهات بتاعتي اللي هي الروتينات الفاضحة لقت ابنها الصغير اللي هو عنده كم شهر ستة او ثمان شهور ده عمال يسرخ على اخره من غير سبب رح اتخذته وطلعت بيه على الدكتور على طول الدكتور فحص ابنها بص عليه وكشفه عمل اشعاب وتحاليل اتفاجئ ان الولد عنده سرطان في المخ في مرحلة متأخرة يا جماعة هي ما كاتش تعرف ان هو كان عيال رح اتقالت له طب انا لو ابني يحتاج سفر برا او يحتاج اي عملية او اي فلوس انا ممكن ادفع انا ممكن انا معايا فلوس كتير قال لها الموضوع مش محتاج فلوس الموضوع محتاج رحمة ربنا ابنك لو لو يعني من عند ربنا انت جيبتيه في وقت متأخر وما ينفعش علاجه راح اتروحت بابنها طبعا يأسا قعدت تفكر في اللي هي كانت بتعمله اتفاجئت بعد يومين بالزبط يا جماعة ابنها الصغير اللي عنده 8 شهور ده اتوفى مات بسبب السرطان في المخ قعدت طبعا في حالة نفسية بتقول لك حبست نفسي ما بقيتش عايزة اكلم حد بقيت جارتي دي كل المتخبط عليها ما ردش عليها تتصل بيها بالتليفون ما عبرهاش لغاية ما عدت بنيهم بالنفس وافكر وانا اللي عملته ده صح ولا غلط واللي انا عملته ده كان عقاب من ربنا على اللي انا بعمله في الشباب اللي انا بعمله في الشباب لان انا بصور فيديوهات اغراء وفيديوهات من نوع غير لائق اي حد يشوفه اه راح اتمسكها تلفون بتاعها راح اتمسحها القناة بتاعتها خالص ورحت اه شايلة كل حاجة تخص القناة وشايلة النت من بيتها وقالت انا هعيش ان شاء الله الحس السلم وامسح السلم كده وامسح جزم ولا اني اعرض جسمي تاني قدام الكامرة واخلي كل من هبة ودب يشوف لحم الرخيص اللي انا ببيعه وهي تعلمت داسية بعتت وبتقول في القصة أنا بعتت القصة دي عشان انت وغيرك تشاركوها عشان اي واحدة بتعمل روتين مش كويس فاضح او غير لائق تعرف ان ربنا ما بيسيبش كل الفلوس اللي انت هتلميها هتصرفيها على المرض او الفضيحة كل اللي انت هتلميه باليمين هتفكديه بالشمال لاني دي فلوس حرام يارب بقى كل واحدة من بتاعت اذا كانت بقى ففة ولا شوشو ولا شهد ولا ولا تدلو عراشة ولا كله 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 الناس دي مع ان الناس دي مش هتفرق معاهم القصة دي بس انا حبيت اشاركها معاكو يا جماعة حبازها حد يكون لسا عنده صن الضمير ياخدها كده بمحمل الجد الست دي بطلت المواضيع دي وخلاص تابت لربنا يعني وربنا ما بيسيبش يا جماعة والفلوس الحرام ما بتنفعش لو قعدت ميت سنة تلمي في فلوس حرام هتخسريها وعيالك هتتعبش عير بيهم وكل الناس هتعرف ان انت بتعملي روتينات اغراء للرجالة مش بتعملي روتينات يومية تحت مسمى الروتيني اليومي يا رب الفيديو يعجبكو والقصة تعجبكو شاركوني في التعليقاتك يا جماعة عشان عايزة رأيكو في التعليقات